بيقولك دايما الجواز هو نصف الزين وبيقولك انه يعني اول سنة هي اكتر سنة بتحصل فيها المشاكل تحديات وازمات بين الرجل والست المفروض يحاولوا فيها او كل طرف يحاول فيها انه يتعرف على شخصيته التاني عشان تتحقق معادلة الاستقرار النفسي والاجتماعي بينهم وبين بعض صحيح يا بسانت لكن للأسف بعض الناس في اول سنة جواز بيحاولوا يفرود رأيهم على بعض في النهاية الموضوع ده بينتهي بالفشل اللي بترتب عليه الانفصال ما بين الطرفين علشان كده بنسأل في اول سنة جواز ايه هي الخطوات اللي لازم نمشي عليها كزوج وزوجة علشان نأسس حياة اسرية مستقرة ايه هي الاشياء اللي مفروض ايضا نتجنبها حتى لا يحدث هذا الفشل الخطوات دي هنعرفها نهاردة من ضفتة الدكتورة الشيرين الدرديري الاستشاري النفسي وتعديل السلوك صباح الخير دكتورة زكي يا دكتور عاملة ايه صباح الخير كل سنة طيبين وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة يعني دايما يقولوا اول سنة تالت سنة سابع سنة هم دول العجاف يعني اللي بيبقى فيهم الموضوع صعب شوية انا بتخيل ان اتنين جايين من خلفيات مختلفة حتى لو احنا زي بعض عايشين في نفس البيئة جايين من حالة اجتماعية شبه بعض لكن في الاول وفي الاخر اتنين مترابين في بيوت مختلفة بيدخلوا بيت واحد بيضطروا ان هما بقى ايه يعيشوا مع بعض فيه المنظم قوي فيه المهم القوي فيه بيصحى بدري فيه اللي بينام متأخر الحاجات دي بتعمل مع الوقت مع انه بتبان صغيرة لكن مع الوقت بتبان كبيرة اول سنة ليه دايما يقولك اول سنة بالذات هي دي سنة الفيصل يعني يقولك فيها مشاكل كتير بتحصل ايه تحدياتها ايه اللي بيخلي العلاقة دي لو معدتش اول سنة على سلام تنتهي لان السنة الاولى من الزواج بتسقط فيها المسكات اللي كل شخص بيستخدمها فيما قبل الزواج او اللي بيخفيها عن شريك حياته الاخر فبالتالي هو مش عارف فيه اكت هو مش هيعرف فيه مثل زي ما كان عايش كل حد ببيت فبتتضح فيها الاخلاقية الحقيقية لكل شريك فبالتالي ممكن يتفاجئ يعني ممكن الناس اشوفهم يعرفوا بعض مثلا بقالهم سبع سنين وخمس سنين قبل الزواج ويفاجئ انه ونفاجئ انه هما بينفصلوا في السنة الاولى من الزواج ليه؟ لانه هو بيتصدم صدمة ايه دا انا ما كنتش عارف الشخص الدكتور وفيه حد يعرف يجدب سبع سنين؟ اه طبعا مش يجدب هو مش يجدب هو بيطلع احسن ما فيه بيتجمل بيتجمل فبالتالي الصفات الغير مقبولة او اللي ممكن تكون سيئة فيه بيخفيها طول فترة الخطوبة او التعارف الوقت الاولاني انما لما بينصاروا الاتنين في بوطاقة البيت بتبتدي تتضح التصرفات بشكل عفوي كل واحد بيتصرف بطبيعة تربيته اللي تربى بيها ممكن يكون ليه صفات او عادات سيئة بالنسبة للطرف التاني او ما كانش عارف انها موجودة عنده فيبتدي يحصل نوع من الصدمة كده شوية غير انه فيزيكلي بيحصل انه بعد اعتيادك على شخص هو فيه هرمون الرغبة او هرمون العشق اللي هو هرمون الاكسيتوسن اللي هو بيخلي عندك رغبة في تواجدك مع الشخص الاخر بلون عليه هرمون الحب ده بعد اعتيادك على الشخص يعني تواجدك معه في نفس المكان لشهر واثنين وثلاثة الهرمون ده بينزل من الجسم يعني بيقل في الجسم ليه لان انت خلاص انت اعتدت الشخص ده فبالنسبة لك الصفات اللي انت كنت منبهر بيها في الاول بقت عادية بالنسبة لك يعني احنا عندنا رولز في علم النفس الامتلاك يقتل اللهفة يعني الناس عشان تفهمني لما انت يكون نفسك تشتري درس جديد او قميس جديد عملت تفكر فيه ليلة ونهار لغاية لو غالي شوية هتجيب ثمنه قعد بتفكر فيه على طول جز ان انت حطيته في دولابك خلاص عد شهر واثنين وخرجت به لهفتك عليه قلت ما بقتش زي قبل امتلاكه فعموما دي طبيعة النفس لهفة ولا مجهود يعني لهفتي عليه ولا مجهود دي اللي انا مستعدنا اعمله لا لهفة بتقل عند امتلاكك للشيء ودي قعدة الدنيا على فكرة الفرق بين الدنيا والجنة ان اي نعم في الدنيا انت عندما تصل اليها لهفتك بتقل عليها لان ما فيش سعادة كاملة على الارض طب علشان ما تتجملش وعلشان تظهر بوجهك الحقيقي حتى لا يعني تخدع الطرف الاخر وحتى لا ينخدع الطرف الاخر بك وحتى تؤسس حياة حقيقية مستقرة تعمل ايه يبقى الخطوات دي لازم تتعمل في مرحلة التعارف او الخطوبة ودي يعني من منصب برنامج البرنامج بتاعكم بوجهها لأي اتنين شريكين بيفكروا ان هم يخبلوا على الزوج لازم يبقى فيه لغة حوار لازم يبقى فيه مصرحة لو فيه عيوب او فيه ظروف نفسية مرضية برضو لازم الشريك الاخر وده الدين بيقولنا ده كمان لازم يبلغ بيها برضو او يبقى عنده فكرة عنها دي امانة دي بالضبط حاجة نفسية مثلا بيعاني منها بعض الاطراف او كمان حاجة سلوكية ممكن لازم اصرح ويبقى فيه حوار واقول ان انا عندي الحاجات دي علشان ابتدي اشوف تقبل الطرف الاخر بس طبيعة الانسان بتخليه كده وخصوصا البنت مش عنصرية يعني ان البنت هتعوز تظهر بافضل شكلي يعني مش هتقوله ان انا مثلا هعمل كده وعمل كده كذلك برضو الراجل هيعوز نفس الكلام انا اقولك على حاجة انا شخصين ما عملتش كده انا شايفه بس انا هقول لحضرتك على حاجة برضو انا كنت وصلت لعدد من السنين الحياتية انا مش عنديش مئة سنة بس يعني كبرت كفية ان يبقى عندي من الوعي ومن الادراك ان انا لو عملت كده انا بخرب بقية حياتي يعني انا دواتي لو انا جدبت على مديري في الشغل مستده شطرة جدا في الشغلان ما هو يحطني في الشغلان دي مش هارف عملها نفس الفكرة لما جيت قابلت جوزي قلت له انا مثلا مش كويسة في واحد اتنين تلاية وكويسة في واحد اتنين تلاية عندي عقدة من كذا بس انا يعني كان وصلت برضي مرحلة من الادراك والثقة في النفس ففاهم قصدي ايه شكده انا دايما ما بشجعش بصراحة الجواز بدري انا مع الجواز جدا بس انا مش مع الجواز بدري انا مع ان الانسان يمر بتجارب كثيرة جدا في حياته في شغله في بيته في دراسته في تجاربه في سوشيالي اجتماعيا عشان يقدر ان هو يعرف هو عايز ايه ويعرف هو مش عايز ايه خليني اسأل حضرتك لو احنا النهاردة عدينا اول سنة نقدر نقول احنا عدينا مرحلة صعبة ولا لسه اللي جاء اصحاب اه الحقيقة السنة الاولى بتبقى هي السنة اللي بيصطدم فيها كل شريك مهما يكون عارف ان شاء الله عارفوا من عشر سنين قبل الزواج بيصطدم بالصفات الحقيقية مش عايزين نقولي بيصطدم احنا طبعا بنلقى ضوء على الصفات السلبية اللي بتعمل المشاكل لكن ممكن يكتشف فيه حاجات تكون لا تتناسب مع طبيعته لان فيه فروق فردية بين الاشخاص فالسنة الاولانية دي بالذات الرجل وخلينا نقول ان نفسيا الرجل عموما هو دايما اللي بيحصله الست بيحصلها لعكس على فكرة يعني في الوقت الاولاني من الزواج بتبقى عايزة تعمل بيتها احسن حاجة حتى لو فيها عيوب بتحاول ان هي تتلافع الرجل طبعا طبعا طبقا ان هو عنده حاجة اللي هو الشعور بالحرية فبيبقى حاسس انه على في حاجة في حاجة كده قفص كده اتحافس فيه حريب انه وجهك لا انا مش وجهك لا انا مش وجهك انا بقول طبقا للأبحاث للأبحاث ومعلوماتي طبعا عن طبيعة سيكولوجية الرجل ايوة ماشي لكن خلينا نرجع لقصة التجمل انا فاهم قصة الحرية دي جدا انا علشان حتى لا اتجمل ولا يصطدم الطرف الاخر بي اعمل ايه ما هو انا لما حصرحه مهما كنت صريح معه حظل برضو صح مش عمري ما اقول كل حاجة حقيقة واخد مساحة ان انا هي هتبقى طبيعة او غريزة انسانية ان انا ما ما اقولش كل ما دلدأش كل حاجة عنه لا وبعدين انت ممكن حاجات يعني بالنسبة لك مميزات انت مش شايفها عيب الطرف الاخر ابقى بالنسبة له علشان كده انا بنصح في المقبلين على الزواج او حتى بعد ما يتزوجوا خلاص انتوا قدام ربنا عملنا نية ان احنا نبني بيت صالح ويكون فيه تفاهم احنا عايزين يبقى فيه لغة حوار ولغة الحوار مهمة اوي خليني اتنقل لنقطة اهم في السنة اولى زواج او من ضمن الخطوات اللي نتلافى بيها الانفصال ما هو اكيد اتنين اتجوزوا ففيه تقبل مبدأي صحة كده فيه شوية صفات بقى مدايقة كل شخص من التاني او فروق لازم يبقى فيه لغة حوار ولغة الحوار حجر اساس نجاح العلاقات الزوجية والاسرية لغة الحوار مهمة اوي لان ربما طالما ان احنا متفقين على المبدأ ان احنا بننشأ حياة جديدة يبقى انا كمان لازم يبقى عندي يا ايه ما تقبل للصفات بتاعت الاخر او ان انا ابتدي انصحه وديله حلول ايه المنطقة الوسط اللي بيننا اللي انا اكون فيها راضي ومش متضرر وهو كمان يكون مش جاي عن نفسه فيها عشان كده بنقول لغة الحوار مهمة جدا جدا بين الزوجين في السنة الاولى ليه بقى؟ لان لو حصل ان احنا دارينا هيبقى فيه تراكمات ويبقى فيه ردود افعال ردود افعال ان انا متضايق من حاجة ومش قايل ان انا متضايق من اللي عبدة فيك فبتدي اعملك بطريقة مش قد كده والطرف الاخر مش فاهم وما بتعمل كده ليه عشان كده انا لازم يبقى فيه لغة حوار يبقى فيه صراحة انا كنت بس لغة الحوار بقى بنصح فيها بطريقة معينة شوية يعني الطريقة نفسها تبقى لطيفة ان انا مثلا انا كنت هبقى مبسوط اكتر لو انت بقيت تصحي بدري لو مثلا على سبيل المثال الزوجة بتصحى متأخر والزوج بيقعد يعني الصبح مش بيلاقي حد دي حتضر له الفطر وما الى ذلك طبعا فيقولها بطريقة لطيفة يلفت نظرها في الاول بطريقة لطيفة وبالتالي يبقى انا دوبت الجليد ان انا اعنفها يعني العنف في طريقة الحوار مش لطيف خالص او ان انا امتقد او ان انا اعيب مش حلو خالص لازم يبقى فيه طريقة راقية علشان الدنيا ما تشتعلش اكتر وتبتدي هي تدافع انها تطلع فيه عيوب بقى يعني خلينا برضو نقول ان فيه اطراف تانية في العلاقة دي مش الزوج والزوج في الاهل في السوشيال ميديا في الاصحاب في خربين البيوت في ناس كتير بيلعبوا ادوار مختلفة بحييك على اثارة النقطة دي انا ضد خالص خالص بجد تدخل اي عناصر الا في الظروف الجوهرية بمعنى اول سنة حصل ضربة بقى من قبل الزوج فيه عيب جسيم في الزوجة يعني دي مرحلة اخيرة ان احنا نبتدي نتخطى حرمة المنزل وحرمة العلاقة الزوجية بالحرمة دي امانة على الاتنين يعني امانة على الراجل انه ما يطلعش اسرار مراته بره امانة على الستة ما يطلعش اسرار جزنة احنا بنقول لحياة زوجية زي القبرى وافعاله يعني حاجة لها حرمة فما ينفعش مع اول مشكلة الكلام ده للزوجات مع اول مشكلة اجري احكي لمامتي واختي واشوفهم رأيهم اللي هيقولوا من واقع خبراتهم الشخصية في حياتهم اللي ربما تختلف تماما طب واللي بيناقشوا مشكلهم الزوجية على السوشيال ميديا مش الاهل يعني بنشوف حاجات كده برضو خارج نطاقة المنطقة انا هقول الحلول طبعا انا ضد خالص خالص الاشهار في المشاكل الزوجية في السنة الاولى لان انا كده كسرت الخصية وده حجر اساس نجاح العلاقة الخصوصية كسرتها فانا مش حابة ده خالص طب نعمل ايه يعني انا زوجة وعندي مشكلة وعيب ومش عارفة احلو وبالحوار اتكلمت معا واشواصلين لحلول زي الزوجة العصبي مثلا او الزوجة العصبية تمام في الحالة دي احنا مش يعني انا مش بفضل خالص لاني جات لي حالات قريدي كده اللي بيلجأوا طبعا للأسف للأهل الأهل بيتصرفوا بتحيز دي بنتي وانا صعبان عليها حل المشكلة بين الزوج والزوجة وتلاقي الأم ما زالت تعامل الزوج بحساسية يعني بحساسية نتيجة ده لاني بنتها بعيدة عنها لأول مرة في حياتها طبعا عشان تزوجت فبالتالي صعبان عليها انها تبقى ماداية خلينا نقول اني ان انا شايفة اني اسلم حل اللجوء لاستشاري علاقات اسرية وزوجية ده في الغرب مش في الدول الشرق الأوضر لا ازاي ما احنا ده على فكرة يا خلاص طب دكتور بما انك انت يا دكتور بتمر بالحاجات دي يوميا ايه ابرز المشاكل اللي قابلتيها مشاكل زوجية حقيقة ابرز المشاكل الزوجية ان انا شفت ناس كتير اخفوا اضطرابات نفسية عن الزوج وده تقريب يعني رأي الشرع طبعا بس انا اللي عارفاني ده اصلا حرام شرعا لا تصح الزجاب ده وتفاجئ الزوج بعد اول اسبوع انها عندها مشكلة نفسية تؤثر على الحياة الزوجية وكونها ام وزوجها وهي لم تبلغه فده طبعا كان مشكلة وكان صدمة وده شفته في حاجات كتير او كان الزوج او الزوج اللي بيعني من حاجة معينة طبعا ادمان مثلا او ادمان خمور او ما الى ذلك يعني ولم يصارح الزوجب ده فبتتفاجئ بعد كده وبتصدم وطبعا بتتعرض لصدمة وبتبعا مش عارفة تعمل ايه فطبعا بيلجأوا لينا يعني فيه ناس على فكرة انا عايز اقول لحضرتك حاجة يعني انا في الكدير ده بقى لي كتير لا على فكرة احنا بيجي لنا شريحة كبيرة جدا من المتزوجين لان احنا مجالنا برضو تعديل السلوك يعني مش كل مشكلة الباب مزدود فيها لا فيه مجالات وتقنيات احنا بنشتغل بيها مع الزوج والزوجة ونحاول نقرب وجهات النظر دون تدخل خارجي من الاهل ربما يكون غير موضوعي مع احترامي طبعا لجميع الاهلي لكن ساعات الاهل فرحتهم بتتكسر بالذات في اول سنة صحيح او ممكن تكون الام مريضة او كده فربما ده يؤثر بالسلب عليها وعلى تقبلها للزوج اذا ما كانت بنتها بتشتكليها او العكس فانا بفضل ان يكون شخص غريب يعني مش من داخل العيلة يلجأوا لي لو هما شايفين ان مجال الحوار بينهم مش جايب نتيجة وبيكون بيحكم بينهم وكمان لو في مشكلة عندهم يبتدي يعمل تعديل للسلوك والعملية بتمشي والدنيا بتبقى زال فل طب وبناء على النصائح الذهبية اللي تقدميها من اجل تأسيس اسرة مستقرة مستمرة بدون اي مشاكل وخصوصا في اول سنة جواز طالما ان احنا قعدنا مع مأزون وامام الله اتفقنا ان احنا يكون فيه عقد بنا لانشاء اسرة صالحة لازم نتقبل وجود اختلافات في الاخر وعلى فكرة عادة موجود اختلافات يعني دي من ضمن الريسيرشيز بقى بتقولاني لما يبقى ما فيش اختلافات نبقى متشابهين بالزبط حياة بتبقى مملة قوي وبتبقى روتينية فلما يبقى فيه خلافات بيبقى فيه يعني افسان داون بطريقة صحية على الحياة الزوجية نفسيا يعني الحوار مهم جدا جدا تقبل الاختلافات المصرحة يعني بأي حاجات جوهرية انا بتكلم على العيوب الجوهرية في اي من الطرفين بفضل نحنلجأ بالتدريج يعني الاول يبقى فيه حوار بيننا ونعمل القاءة ضوء على ايه الحاجات اللي مدايقاني وطريقة الحوار كمان تبقى مهمة يعني لازم لفظ ايه انا كنت هبقى مبسوطة اكتر لو انت عملت كذا يعني مش يبقى بانتقاد او جارح طريقة الانتقاد ما تبقاش جارحة لان انت كده ممكن تشعلي الغضب بتاع الزوج والدنيا تعلى قوي يعني الاهل يعني انا بفضل ان احنا نلجأ بطريقة متحضرة لاستشاري علاقات زوجية وقصرية لو لقينا ان لغة الحوار مش جايبة نتيجة والمحاولات كمان لازم كل زوج وزوجة البنت تبقى فاهمة وظيفتها المقدسة كزوجة ووجباتها مهم قوي عدم السماع للنصائح السلبية بتاعت السوشيال ميديا ولا نصائح الاصدقاء ما تسأليش صديقتك اعمل ايه الان ايه هتجاوبك من واقع خبراتها الشخصية دون خبرة بالزبط بلاش حياتك الزوجية اصرارها تطلع برا مهما كان حد قريب منك ما ينفعش خالص اتحوري مع زوجك فيها لو ما فيش زي ما قولنا حد متخصص زينا احنا بننشق اسرة حجر اساس المجتمع والبنت بتقاهل نفسها انها ام ورسالة مهمة جدا لان جميع الفتيات دلوقتي بقوا بيتقلدوا مراكز كبيرة وظيفة الام وظيفة مقدسة ربنا خالق الستة على الارض في البداية لعمار الارض تكون زوجة صالحة وام صالحة وبعد كده كمان تحقق توازن بين طموحاتها وبين وظيفتها الاساسية في الحياة شكرا لك يا دكتورة دكتورة شرين الدرديري الاستشاري نفسي وتعديل السلوك شكرا جزيلا لحركة لها دي المصائح